هذا وتشارك مملكة البحرين دول العالم لاحتفاء باليوم الدولي للعمل الخيري وسط جملة من الإنجازات الخيرية والإغاثية والتي وضعت فيها بصمتها في شتى بقاع العالم مسيرة حافلة بالعطاء والأعمال الخيرية يشهد لها العالم أجمع تلك هي مسيرة مملكة البحرين التي لم تتوانى يوما في تلبية نداء استغاثة لتكون حاضرة في أقرب وقت وتمد يد العون للمحتاجين والمتضررين في شتى بقاع الأرض عمل خيري إغاثي نوعي ببصمات بحرينية طال العديد من دول العالم حيث يعد العمل الخيري في مملكة البحرين محركا رئيسيا للنهوض بالمجتمعات ويمثل قمة العطاء الإنساني ليأتي هذا الازدهار الكبير في مجال العمل الخيري بالمملكة اقتداء وترجمة للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يوافق الخامس من شهر سبتمبر من كل عام ها هي المملكة تواصل جهودها التي بذلتها ولا زالت على هذا الصعيد في تحقيق التنمية المستدامة ونشر الأمن والسلام في العالم أجمع نهج إنساني واضح وجلي جاء من خلال صدور المرسوم الملكي السامي بإنشاء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب والذي كان له الدور الأبرز في تقديم الأعمال الإنسانية للمواطنين والمقيمين ونصرة المحتاجين والمتضررين في مختلف أقطار العالم لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي حتمتها الجائحة العالمية والتي واكبتها أزمات وكوارث في عدة دول العمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين جاء بمثابة الحضن الدافئ للمنكوبين في الدول الشقيقة والصديقة لتخفيف من وطأة مصابهم والنهوض بأحوالهم نحو الاستقرار المعيشي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر